مزارع القنب الهندي في المغرب مصدر أموال بارونات الفساد في نظام المخزن النظام الذي يتحايل يوما بعد يوم في طرق تهريب هذا السم القاتل بأسلوب إجرامية وتحولات نوعية عابرة للحدود والمستجد هذه المرة طائرات مسيارة مصنعة يدويا تتمتع باستقلالية تصل إلى خمسين كيلو مترا وقدرة نقل تصل إلى عشرة كيلو جرامات من المخدرات في كل رحلة لإغراق دول الجوار وإفريقيا وأوروبا شبكات إجرامية دولية متخصصة في تهريب الحشش والمخدرات الصلبة كشفت خيوطها خلال عمليات أمنية موسعة شاركت فيها وكالة إنفاذ القانون الأوروبية يوروبول والمصدر هو المغرب اعتقالات ومطالب دولية تطالب المغرب بفتح تحقيقات شفافة للكشف عن من يقف خلف هذه الشبكات الإجرامية التي يتوسع نشاطها يوما بعد يوم لكن المحاكمات السورية في المغرب أفقدت العدالة مصداقيتها بالنظر إلى تدخل مسؤولين كبار في النظام لحماية بارونات المخدرات ضاربا عرض الحائط كل المساءلة الدولية يواصل نظام المخزن تحت غطاء التقنين الاستثمار في القنب الهندي مستخدما وسيلة وسلاحا قادرا لطالما استعمله إلى جانب الهجرة غير الشرعية للضغط على الدول وخاصة الأوروبية بشأن القضية الصحراوية اشتركوا في القناة